أولا فقراتنا اليوم سلمة أكيد رح نحكي فيها عن محطات حضارية ثقافية وتاريخية من أرضنا الحبيبة بفلسطين المحتلة أكيد الباحث والدليل السياحي على أستاذ عبد الرزاق الحنصر حرافئنا رح تنحكي بتفاصيل أكتر عن هذا التاريخ العريق يسعد صباحك أستاذ أهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يعني دائما بيكون لنا هيك محطات مميزة اللي فيها روزنانت التاريخ وأهم الأمور الثقافية والتاريخية خلينا نبلش بلمحة تاريخية عن فلسطين وأهمية موقع أنا بطلع معكم كتير بحكي عن سوريا هي تاريخ سوريا هو تاريخ فلسطين يعني سوريا بقلب فلسطين وفلسطين بقلب سوريا أول شي بنقول صباح كون عربي هاي السلامة بيستخدموا الأخوة الفلسطينيين وقت يفيزوا الصبح بيقول صباح كون عربي بإذن الله اليوم عم عد صلوا فترة لهالحلقة بس فعلا شي صعب شو بدي أحكي تزاحمة الألام بس لابد إنه نعرف بتاريخ سوريا وفلسطين طبعا وأصول هالأزمة وأصول الحركة الصهيونية يعني الناس فيه شي غيب عنهم لحتى نفهم شو عم يصير هلأ طبعا فلسطين تاريخها مثل تاريخ سوريا تقريبا حتى المدن الفلسطينية غزة والقدس وحيفا وقعفا كل ياتهم هدول بيعودوا للألف الثاني والثالث قبل الميلاد يعني حتى وردوا بالوسائق المصرية مثل العمارنة بالألف الثاني والثالث قبل الميلاد ووردوا بإرشيف في الوسائق السورية بالمدن السورية إبلاؤماري وأوغاريت بس الحضارة بفلسطين بدأت من عشر تلاف سنة بس كمدن منظمة متكاملة مثل إبلاؤماري وأوغاريت هنا كمان حيفا ويافا وغزة والقدس كلهم مدن عربية أصيلة غصة غزة الآن غزة اسمها بالفينيقي هاستو وهي غزة كانت هي نقطة التلاقي ما بين سوريا ومصر سوريا ومصر ليش عم أقول سوريا ومصر نحن من الألف الثاني قبل الميلاد لحد الحرب العالمية الأولى كانت حدودنا مع مصر سينا ونقطة التلاقي كانت هي غزة وغزة هي محكوم عليها أنه دائما تتصدى الأعداء وكتير قصة صارت فيها هلأ فيه بي وكنت عم حضر صار فيه المجزرة المشفى أضفت شيء بالتحضير بيحكي ع تاريخ المجازر اللي ارتكبت وبنحكي هلأ ع تاريخ كمان الحضارة هلأ دولة العصابات صهيونية هي مبنت على المجازر ثقافتهم مجازر ثقافتهم يعني حتى قبل النكبة 1948 بعام 1937-38 اقتربوا اقتربوا مجازر كتير كبيرة اليوم اقتربان بالحكي لأنه وضع فعلا مؤسف مؤسف جدا ارتكبوا مجازر كتير فضيعة حتى قبل النكبة يعني مهدوا لإقامة دولة العصابات الصهيونية هي بالمجازر ثقافتهم مجازر يعني حتى لك أكثر من خمسة آلاف فلسطيني استشهد بهالمجازر هاي اللي قبل النكبة بالسنة 1948 حدثوا لحرج عشرات أو مئات المجازر قرى بأكملها أبادوة يعني نحن بنعرف بالتاريخ عفونا بالمجازر الرياسين اللي راع فيها مية وخمسة وخمسين شهيد بس في مجازر كانت بحيفا وبيافا وبالقدس وبغزة يعني كتير صار في مجازر بها المناطق هاي خلال النكبة يعني بقدر باللد بكل المدونة الفلسطينية بسنة 1948 توسعت المجازر بطريقة فظيعة جدا وهدفوا المدنيين دائما كان يستهدفوا المدنيين يعني ما كان يعني التاريخ دولة العصابات الصهونية لليوم هي مجازر صحيح و98% من اللي يستشهدوا مدنيين بس لا شكش خليني أحكي كمان على الحركة الصهيونية هي الخبيثة اللي بدأت أكتر من 200 سنة هو مشروع صهيو غربي صحة مشروع صهيو غربي تبنته الغرب وخاصة بريطانيا بريطانيا كانت وما زالت لحد الآن تعمل بالعمق بتخريب المنطقة هلا أنا بسبق أني ذكرت أنه في شخص اسمه ضابط بريطاني اسمه مارك سايكيس تبع اتفاقية سايكيس بيكو بس هو أكتر من اتفاقية سايكيس بيكو هذا زار المنطقة شرق المتوسط عدة مرات وكان عم ينمسح للمنطقة هو ضابط بالجيش البريطاني وإجاب صفة رحال أو سائح بس هو مكان سائح وكان عم يشتغل كتير على مسح المنطقة ومعرفت الأديان والطواقف حتى حتى خرائط وزار القرى حتى المنتجات الزراعية كان عم يدرسها وكل قرية وكل مدينة شو فيها دراساته اللي هلأ موجودة هو صهيوني صهيوني ومدلل للحركة الصهيونية وعد بلفور هو كان وراه واتفاقية سايكيس بيكو كان هو وراها كمان كل هالأحداث هية هو كان وراها وما زالت الحركة الصهيونية مدعومة من بريطانيا هلأ كل ياتهم عم يتنقلوا عم يتنقلوا القادة الغربيين هلأ عم يتنقلوا القادة الغربيين كتير بالمنطقة خاصة البريطاني والأمريكي والفرنسي هذو ثلاث دول هذا السيبا اللي ركب عليها كل المؤامرات عم يتهافتوا أنه حاسين أنه عم يتزعزع الكيان الصهيوني لذلك ركدوا لينقذوا ولينقذوا نفسهم لينقذوا نفسهم من هلأ هاي هذا كتاب وقت آخر زيارة لمارك سايكيس كان 1902 وألا في كتاب وارد فيه كل هالتفاصيل هاي اللي كانت عم يحكيها هاي بارة عن مسح للمنطقة والتاريخ منشان يحطوا خطط عم يستخدموه لتاريخي اليوم مارك سايكيس مات بـ 1919 هلأ هاي في وسائق وفي صور بدل يعني حتى تواصل مع الإكرام والطواق هلو هالكتات تقريبا؟ 1904 هو آخر زيارة إلو 1902 هلأ هاي وثيقة كتير مهمة بس إذا فينا نشوف على الكاميرا بيستعرض شوي من الصور الموجودة هاي عم شو هاي الصورة؟ هاي القبائل اللي قابلة بيصور الناس وطبعا؟ بيصور الناس وخرايط يعني هو عم يعمل دراسة على المجتمع عالطواقف وعالتلك حتى وصل للمنتجات الزراعية يعني هذا كل ياته مشان يعرف كيف حطوا خطط للأسف خططه الهلاء عم تشتغيل هي بريطانيا كانت محترفة بالتوظيف حتى تجنيد العملاء تجنيد العملاء هي ميزة بريطانية وما زالت لهلاء يعني بتجنيد العملاء وكبار العملاء وحطتهم بمراكز مثل قلوب باشا قلوب باشا هو اللي كان له دور في النكبة 1948 كتير جيوش عربية اتطوعت ومدنيه اتطوعوا لمقاومة الاحتلال بس اللي فشله هو قلوب باشا قلوب باشا كمال بريطاني ساس عبد الرزاق مثل ما عم نفهم من حضرتك أهمية موقع الاستراتيجي وأهمية أدافية خيرات أرض فلسطين اليوم كانت محط أنصار لكتير من الغزات وأولا العدو الصهيوني اللي نحن هل عم نحكي عنه بالدعم الغربي كمان إذا بدنا نحكي عن الجهة المقابلة جهة المقاومة الفلسطينية يلي أكيد بدأت مع بدء الاحتلال بالهجوم على غزة ونهب خيراتها وارتكاب المجزر أكيد في أسماء كتير كبيرة تبنت المقاومة ولحد اليوم المقاومة ما زالت موجودة خلينا نستعرض أبرز هاي الشخصية بدأت المقاومة قبل النكبة نعم يعني زورة عز الدين القسام وعز الدين القسام هو سوري من جبلك نعم 1936 واستشهد كمان بس استمرت السورة روسة موها السورة العربية الفلسطينية استمرت ل1939 هاي يعني هاي من بداية المقاومة حتى في شخصياتي طلعت من غزة كمال عدوان بدأ المقاومة 1956 من غزة وكان مقاوم شرس جدا قاتل بغزة وقاوم الاحتلال الصهيوني وللأسف استشهد بلبنان اغتيت بلبنان كمان هي اسرائيل كانت تقوم باغتيالات بلبنان وبعدة الدول العربية لهالقامات في عملية بحبة كتير انا هي عايشة بوجداني لانه كنت شب بالسبعينات عملية دلال مغربي نعم هاي الصبي اللي عمر كان عشرين سنة 1978 قادة مجموعة واول انزال بحري على الشواطئ بفلسطين المحتلة واخذت حافلة للمستوطنين كرهائب وانطلقت فيها وهي كان غايتهم دول الشباب مع 13 شب استشهد اغلبهم صفي اثنين منهم انقسروا بس قتلوا ثلاثين صهيوني اغلبهم من الجيش الاحتلال واتنقلوا بالحافلة واخدوا حافلة تانية وضموا الرهائن وكانوا عم وكان عم يستدرجوا القوات الإسرائيلية اللي يستضموا معهم واحد الشباب منهم استدرج المجموعة جنود بس قربوا لناحو كمان اقتلهم هيدا المغربي عايشة بوجدانا وهي صبية معروفة كتير يعني هاي نحنا من المناضلين في نضال كمان اعلامي ونضال سياسي هيلاريوم كابوشي انا عم تذكر هادول وقت كنا شباب نحنا هادول كانوا يؤججوا هيك المشاعرنا الوطنية القومية تجاه تحرير فلسطين هيلاريوم كابوشي كان انسان رائع يعني مضى كل عمره عم يناضل نضال سياسي واعلامي حتى ساهم بالنضال العسكري اللي كان يهرب السلاح للمقاومين فيه شخصيات كتير كبيرة حتى نزار اباني اللي احنا بنعرف عنه شعره فيه له شعر كتير حلو خاصة بغزة يعني كان يتغنى بالنضالات غزة غزة كانت يعني كانت وما زالت يعني عم تناضل فيه كتير شخصيات مهمة عم حاول تذكر بعضهم هدول كتير شخصيات ناضلوا وكافحوا بالقضية الفلسطينية وما زالوا ما زالوا بعدين شلال الدم هو كان منارات منارات للاستمرار منارات الاستمرار وهلا بدي نوه لقصة كتير مهمة اليهود مالهم ثقافة هنين شتات الفلسطيني رغم هالمقاومة وكذا احتفظ بالتراس تابعه من حيث الغناء المطبخ الفلسطيني اللبس الفلسطيني التراس والموسيقى كل ياتهم موجودين وبنتغنى فيهم نحنا كمان يعني كتير بينما الشتات ماله شي الشتات ماله اي صفة ولا له اي ولا تاريخ ولا شي هنين عم نحاول يسرقوها دول ينسبون انهم ينسبون انهم هلا هي انا بقول يعني المنطق بيقول والتاريخ بيقول انه هي دولة زائلة بس للأسف في الغرب بدو اياها لانه حاططة به المنطقة هو الغرب عبارة عن شركات متوحشة اه ما لا هدف الا بالقاتل والمال يعني حلق ابقاء المنطقة بحالة حرب ومشان بيخدم مصالح الغرب مصالح مالية اقتصادية هي مصالح شركات متوحشة انا ما بمكر الغرب انه في كمان عندهم بعض النشطاء هلا وانا طلعت معهم هنه دعمي للقضادية الفلسطينية وعمعانه كتير يعني احد النشطاء انا جيت لسوريا عديت مرات حرقوا لبيتها بامريكا بس حاليا في كتير نشطاء انا بعرف منهم بعضهم شخصيا بعرفهم كتير عم اشتغلو هلا بس للأسف هي وسائل التواصل الاجتماعي واجهزة الاعلام عم تحاصرون حتى عم تعقبهم وعم تعزلون كمان وانا عم تابعهم حتى عم تحظف كتير من المشاهد اللي صارت بغزة ممنوع استعراض بالدول الغربية طبعا بينما عم ما تعرف الشعوب حقيقة اللي عم بصيرها غير تزيير في الوقائع يعني صور اطفال غزة النشطة على اساس ما هي صور من اطفال لقصفتهم المقاومة الفلسطينية بهذا التنويه وبهي الصورة هني حاولوا يصدروا ويغيروا الوقائع والحقائق طبعا هلا نحنا أنا بشوفه النصر قادم رغم تزاحهم الآلام كتير فزيعة واليوم قصفوا مطار دمشق وحلاب ونحنا كمان 12 سنة إذا عم نحكي عم يحارب ليش عم تحاربنا اسرائيلا ليش هالضغط وهذا الارهاب لـ 12 سنة شو هو لأنه واقفين مع القضية الفلسطينية عم ضال واقفين يعني عم ندفع ثمن كتير كبير هلا النصر خلينا نحكي كمان اليوم فلسطين خلال كل هاي السنوات نشأ جيل مقاوم بكل معنى الكلمة حتى بالأدب والثقافة وبالفن نشأ أدب المقاومة نستعرض أبرز المحطات أبرز الكتاب والأدباء والنخبة الثقافية اللي انتشرت بكل الوطن العربي كل الوطن العربي هو نخبة مناضلة واللي عم بدي حاول استحضر بس فيه كان فكرة بدي أولى صدر النصر بحاجة لتوازن استراتيجي سواء النصر أو السلام توازن استراتيجي لأن احنا حاولنا أنه نتقرب من الغرب أحياناً الغرب غير جدير بالثقة أبداً يعني وطعننا حتى بتقاربنا معه انطعننا نحنا ما بقول التوازن شرقان بقول العودة شرقان لأنه عراقتنا التاريخية نحنا مع الشرق والشرق ماله محتل لذلك النصر بحاجة توازن استراتيجي علمي واقتصادي إعلامي وعسكري لذلك هذا المحور الشرق نكون للشرق وهي سوريا بوابة الشرق سوريا وفلسطينيا شرق ونطس هو بوابة الشرق لا سمح الله هالبوابة إذا انهارت انهار الشرق لذلك نعادي استحالفنا الاستراتيجي مع الشرق لنحقق النصر النصر التام وأنا شايف النصر رغم ما بيقولولي إنه عم تدفاقل وقت صعب لا شك وخاصة إنه عنا ضغوط فضيعة بسوريا اقتصادية بس ما حنستسلم لأنه النصر قاب قوسين أو أدنى لأنه ليش الزعماء الغربة اللي عم يتهافتوا على إسرائيل لأنه مشروعهم عم ينزل عم يسقط لذلك نحنا نعمق تجاربنا تحالفنا مع الشرق كله الشرق بقصد فيه الصين الهند روسيا إيران كل هدول وإن شاء الله الدول العربية بتكون هلأ هاي صحوة ليوقفوا كمان هاي التطبيع الأصص باعتقد فيه صحوة فيه صحوة بس تكون أقوى أقوى إذلك الغرب هو عم يحاربنا كمان هو لا شك أنه عنده تقدم فظية إذلك نقابله نحنا بتوازن استراتيجي لنحقق الانتصار أو السلام أنا بقول انتصار أنا شخصيا ما بعترف بدولة إسرائيل نهائيا ما لا دولة ولا لا وهي ما حد تستمر هي دولة وظيفية حتى الغرب لهذه الوظيفة هاي وبفكرة نحنا كما بدي أحكي إنه الحرب الثقافية اللي كانت على سوريا وعلى المنطقة وشرق المتوسط بدأ تشويه التاريخ من 200 سنة نحنا حرب ثقافية نوات عليها بعدة لقاءتون فيه حرب ثقافية غير الحرب الإعلامية والاقتصادية والعسكرية حرب ثقافية شديدة تشويه يعني حطوا الشرق المتوسط إنه ما في حضارة غير حضارة إسرائيل وهو هذا العكس خاصة أنا أبركز إنه بعد اكتشاف إبلا وأرشيف إبلا يعني معلوماتنا عن تاريخ شرق المتوسط تغيرت نهائيا لأنه كمان هنين على بنوا تاريخ المنطقة على كسبة يعني اللي هي الهجرات أنا ما بدي أذكر شو سموه الهجرات وشو الحطارة إنه مشان ما كرسة لإسم هذا بنت على كسبة ودراسات مبنت 150 سنة على كسبة أكتشافات هلأ اللي اكتشفناها بإبلا وماري وقريت هاي عززت ثقتنا بنفسنا وثقتنا بتاريخنا ورجعت بس للأسف يعني حتى في أصوات بالداخل بتحكي بالإسرائيليات يعني زالت الهلأ عم تحكي عن قصد عن غير قصد مبعد هلنا بقدروا يجندوا ناس بالداخل يعني نحنا بحرب إلى عوامل خارجية وفي عوامل داخلية العوامل الداخلية هي مجندة من العوامل الخارجية لذلك نحنا كمان نتصرف بقوة مع هدول وحسن مع اللي عم يشوهوا تاريخ سوريا سواء بالداخل أو الخارج يعني نستنفر نستنفر استنفار يعني هلأ عم بقولنه هلأ وات عم تحكي بالتاريخ إيه نحنا مبنت إسرائيل على كذبات تاريخية وخرافات وأساطير نحنا لازم نكافحها بقوة هلأ الكذبات هاي وفي ناس في أصوات بس صراحة الأصوات قليلة يعني حتى أحيانا بتخرج بعض الأصوات بوسائل الإعلام الوطنية وبتحكي بالإسرائيليات أنا نوهته هلأ ليش عم عيد لأنه عم يستغل ظهوري هلأ حتى ركزين نحنا حرب الثقافية هم وزفة الأعلم يمكن تصويب الخطأ إن كان مقصود أو غير مقصود ويمكن حتى إلقاء ضوء بشكل أكبر على ثقافاتنا وتاريخنا يمكن هو عريق جدا ما يعني ما بيتحمل أي نوع من اللغط أكيد مثل ما حكينا اليوم إذا بدنا نحكي شوي بشكل سريع أنا شوي دهمنا الوقت خلينا نحكي عن الثقافة وأبرز الأدباء والمفكرين اللي أكيد اليوم صوت الشعر صوت الثقافة ما بيقل قوة أو حماس عن قوة السلاح وقوة المقاومة نحن من عند فارس خوري والفارس خوري وكل يويد خوري حفيتو أحمد شوقي كل ياتهم دول بقامات بالتصدي للحرب الثقافية اللي شنتها الصهيونية من أكثر من 200 سنة يعني حتى أنا أسشرت لدور بريطانيا في دور فرنسا هلأ حاليا دور أمريكا بس بريطانيا لساتها موجودة وبقوة وبعمق نعم أحمد شوقي مثل ما قال كل يات خوري نزار أباني كل ياتهم هدولة هلأ أنا ما بقدر فرق هلأ عم أذكر ما بقدر فرق شارق سوري أو حتى فلسطيني أكيد يعني اسمها كثيرة ما بقدر فرق دين السوري والفلسطيني صحيح الوقت دهمنا صار وقت الروح لمجز الأخبار نشكر وجودك معنا على كل المعلومات اللي قدمت لنا شكراً لكم وسوريا باقية متصرة وفلسطين أكيد حتنتصر شكراً